السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله سوف ندر معكم واحدة البريوش سهل واقتصادي ما كان ديروش فيه بزاف ديال الزبدة وكيجي رائع بزاف غنديرو معكم ان شاء الله بجوش ديال الاشكال كانتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه ولكنتو اول مرة كتشوفوا القناة ديالي كانتمنى ان تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله اذا كانحتاجوا لهذا البريوش هذا عندي هنا اربعمائة جرام ديال طحين ديال الفورس او الدقيق الابيض كنزيد عليه الخميرة ديال الخبز تقريبا عندي واحدة ستا جرام ديال الخميرة الخبز او اللم علقة صغيرة اللي كانتكون عامرة كندير واحد جوش الشيات ديال الفاني وجوش الشيات ديال الخميرة ديال الحلويات اي ما يعادل 14 جرام فيهم بجوش غادي نخلي لكم ان شاء الله المقادير بصندق الوصف وكنزيد واحد 80 جرام تقريبا ديال السكار سنيدة انا هنا يا مكترش يعني تقدرو تديرو احتل 100 جرام الى كتبغيو الحلاوة اذا هذا البريوش هذا يعني كيكلوه دراري مع الشوكولات ولا مع الكونفيتير اذا من الاحسن نقصو فيه شوية السكار اذا عندي هنا تقريبا نصف كاس مخلط بين الزبدة والزيت يعني تقريبا واحد جوج مع الكبار ديال الزبدة ومدوبة وشي ثلاثة ديال مع الكبار ديال الزيت النباتية اذا كان نخلط كل شي في البول اللي غادي ناجن فيه وغا نزيد عليهم اه بيضة واحدة سيتمكتها لكم اذا غادي نزيد عليهم 1 400 ميلي لاتر ديال الحليب اللي كيكون دافي واحد شوية يعني تقريبا نصي طروق الواحد شوية وغادي ناجن كل شي مزيان اذا مزبال الحليب الكمية دياله كتبقى على حصر النوعية ديال الطحين اذا بعد ما كان عجنه واحد شوية كنزيد واحد شوية ديال الملحة وكنزيد واحد ثلاثة دمعات كبار ديال زرعت الكتان وكنخلط كل شي مزيان يعني كان عجن عوتاني واحد شوية تكنحصل على واحد العجينة اللي كتكون بهذا القوام هذا اللي كتشوفو يعني واحد العجينة مطاطية وكتلسك في ليدين اذا غادي نجمعو ديال العجينة ديالنا وغنديروها في واحد البول ونغطيو عليها ونخليوها واحد ساعة تقريبا حتى كتخمر مزيان اذا هاد البريوش هادا بزرعت الكتان كيجي رائع بزاف يعني كتكون فيه دي كنسمة زرعت الكتان رائعة وكلنا كنعرفو ان الدرار الصغار كيعجبوهم لبريوش اذا ما فيها بس مرة مرة ندوزو لهم واحد النوعية ديال الاعشاب اللي كتكون هكا منسمة وفي نفس الوقت مفيدة بزرع لهم ولينا حتى احنا اذا البريوش ديالين بعد مرتاح وخمر مزيان غادي ندوزو باش نشكلوه اذا بنسباع هاد البريوش هادا غا تقسموه على حساب المول اللي بغيتو تديرو فيه انتوما هاد البريوش يعني لابغيتو تديرو بريوش كبير او اللي عندكم عفوا المول كبير غادي تاخدو واحد الكمية اللي تكون كتير ديال العجينة انا عندي جوج ديال اللي مول صغار وبغيت ندير واحدة في واحد المول كبير يعني غا نحتاج جوج كورات صغار وجوج متوسطين اذا قسمتهم هكا على ربعة كيما كتشوفو وغا ندوزو باش نشكلو الشكل الاول ديال البريوش ديالنا اذا غا ناخد الكورة الاولى يعني متوسطة اذا غادي ندلكها بالمدلك اذا بعد مرشيت بطبيعة الحال سطح العمل بشوية ديال الطحين اذا غا نحاول انني نسرحات جي على شكل واحد المستطيل كما كتشوفو واخديت هنا واحد شوية ديال الكمفيتور ديال البرقوق اللي صيبته في الدار ممكن تديرو اي نوع ديال الكمفيتور اللي كيعجبكم ولا ممكن تديرو الشوكولات او لا ترشغي بشوية ديال السكر البوني ودهنو بشوية الزبدة يعني كي بقى لكم الاختيار اذا غادي نطوي بيك العجينة ديالي بشكل اللي كتشوفو وغا نخليكم مع الفيديو باش شوفو الطريقة اللي غادي ندير باش نشكل هاد البريوش هادا يعني وخا نشرح لكم تانعيا الصورة هي اللي غادي تشرح اكتر موسيقى اذا كي ما كتشوفو قطعتهم ولويتهم اذا غادي ندور ذاك البريوش ديالي بهاد شكل اللي كتشوفو عادي تجلق شوية دنيا بالكونفيتور ولكن ما عليش النتيجة كتكون زوية نبززاف اذا غادي نحاول اننا نديرو في المول اللي غادي نطيبو فيه اذا هاد المول هادا هنتغيب شوية ديال الزبدة وغادي ندير فيه البريوش ديالي ونخليه تقريبا واحد ساعة اخرى حتى كي يخمر بنسبب الشكل الثاني كان نسرره وكان ندهنه بشوية زبدة ونرش شوية ديال السكر البني وكان عطاها درت تقطع لي هات الصوير ما صوت لكمش باقي المراحل اذا كان نلويه عادي بحل كي ما كان نديرو الليشنك ودرت الكورة الخراتة هي درك لانه في الشكل ودرت وحدة في وسط وحدة وقطعتهم بهات الشكل هذا كي ما كتشوفو وستفتهم بشكل اللي كتشوفو في المول اذا بعد ما خمرو كندهنهم بشوية ديال الاصفر ديال البيض مع شوية ديال الحليب وغادي ندخلهم الفران باش يطيبو اذا العافية كتكون متوسطة باش البريوش كي يطيب على خاطره اذا بعد ما تحمر لي البريوش ديالي وطاب غادي نحيدوهم المول وغادي نرشو بشوية ديال سكار اه سكيل اولا بسكار غلاسي ممكن تدهنوه بشوية ديال نباجها كامل الفوق اذا كي يجيوا بهذا المنظر هذا وكتجي ريحة ديالهم كتشهي يعني ديك ريحة ديال زرعة الكتان وكي يجيوا غزالين غزالين في المداق كنت مننا ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وينعجبكم الفيديو ديال اليوم بطابعة الحال ما تنسونيش بواحد لايك وتعليق وشكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة